معادة السلام أحد بنودها يمتنع كل طرف عن التهديد المباشر وغير المباشر للطرف الأخر فده حيبقى تهديد غير مباشر لمصر بزج فلسطينيين إلى الحدود المصرية وبالتالي كده حيبقى إسرائيل ضربت معادة السلام في مقتر الأمر يتطور النشاط العسكري في منطقة رفح تنبق بوضع كاريثي لوجود مليون وربعمائة ألف مواطن فلسطيني متكدسين الآن في روحة ضيقة جدا رفح هي جزء من الأمن القوم المصري وبالتالي الجيش المصري لن يسمح بهذا الاختراق حتى لو وصل الموضوع إلى المواجهة العسكرية الدستور المصري مادة إلى مادة 152 تمنح رئيس الجمهورية الحق في إرسال قوات إلى الخارج للقتال أو إعلان حالة الحرب إسرائيل تتجهز لشن عمليات على رفح بمحاذاة الحدود مع مصر فترد مصر بالدفع بآلياتها العسكرية إلى الحدود وتحذر إسرائيل أن أي عمليات على رفح يعني تعليق معاهدة السلام تطور هو الأهم منذ اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر الماضي مرحلة صعبة وغير مسبوقة من التوتر في العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ توقيع البلدين معاهدة السلام في نهاية سبعينيات القرن الماضي والحديث الإسرائيلي الآن عن التركيز العسكري حدود المصري أي عمل عسكري في هذه المنطقة من شأنه يؤدي إلى التوتر في القتل المصري للإسرائيل تدرك مصر أن العملية العسكرية الإسرائيلية هدفها إبعاد نحو مليون ونصف فلسطينية أتواجدون الآن في رفح الفلسطينية إلى سيناء هذه المنطقة هي الملاذ الأخير للألاف من أهالي القطاع والعملية العسكرية الإسرائيلية سيكون هدفها على الأرجح إبعادهم بشكل نهائي خارج القطاع وتحديدا إلى سيناء وهو المخطط الذي انتبهت له مصر مبكرا وحذرت من تنفيذه وأكدت بشكل قاطع أنه لن يتحقق تصفية القضاء لم يحدث وتهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية لن يتم وهو غير مقبول ومفوض تماما هذا هو الموقف الأساسي والجوهي كان التصدي لمخطط الإبعاد هو الدافع أيضا لرفض القاهرة القاطع دخول القوات الإسرائيلية إلى محور صلاح الدين فلادلفيا المحاذي لحدودها مع القطاع فمصر تدرك أن دخول القوات الإسرائيلية لتلك المنطقة يعني فرض حصار شامل على قطاع غزة وعزله واحتلاله بشكل كامل هذه المنطقة هي منطقة عاذلة وأن الخط خط أمني إذا تواجدت إسرائيل مرة أخرى على هذا المحور هذا ضد السيادة المصرية وجود قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا ده يعتبر انتهاكا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية معنى السماح بدخول قوات إسرائيلية على محور فيلادلفيا معناها احتلال غزة معناها السيطرة على غزة وحدودها مع مصر مش مجرد مجموعة عسكريين هيبقوا موجودين تدرك مصر أيضا أن دخول القوات الإسرائيلية لتلك المنطقة يعني دفع الفلسطينيين النازحين في رفح باتجاه الحدود المصرية وإبعادهم بالقوة العسكرية إلى سيناء لهذا رفضت مصر بشكل قاطع أي محاولة من جانب إسرائيل للدخول إلى المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر وأكدت أن ذلك سيؤدي إلى تأثير جدي للعلاقات بين البلدين احتلال ممر فيلاد الفلسطينيين ممنوع وينزر باختراق المعاهدة كل السبل سلكت من أجل انظار الجانب الإسرائيلي بأن هذا أمر جلل ومع إعلان إسرائيل استعدادها لعملية عسكرية في رفح كان التنبيه الأوضح من مصر حيث أشارت لإمكانية تعليق مواهدة السلام إذا دفع الجيش الإسرائيلي سكان القطاع إلى مصر تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر معناه بوساطة أنه سيحدث أمر مماسك هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن بالتالي فكرة الدولة الفلسطينية غير قابلة للتنفيذ دائما أكدنا بمنع أي تصفية للقضية الفلسطينية من خلال النزوح سواء من خطاع غازة أو من الضفة الغربية لخارج الأراضي حركت مصر أيضا معداتها إلى الحدود في رد واضح على الأرض أنها ستذهب إلى أبعد مدى ليفشال المخطط الإسرائيلية النهاية رفح هي جزء من الأمن القوم المصري وبالتالي الجيش المصري لن يسمح بهذا الاختراق حتى لو وصل الموضوع إلى المواجهة العسكرية عندنا قوات مسلحة قوية لو حد دخل معنا في أي عمل عسكري هيدفع الثمن لن يستطيع تحمله إذا كان هو مش قادر على حماسه لهم 30 ألف هتفتح جمعها مع مصر في تلك المواجهة مصر ليست وحدها فالمواقف العربية الداعمة لها توالت مباشرة عقب كشف إسرائيل نواياها تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية الإمارات والسعودية والأردن أصدروا بيانات شديدة لهجة رفضت شن أي عمل عسكري من جانب إسرائيل على رفح وحذروا من أي محاولة لإسرائيل لإبعاد سكان القطاع تدرك إسرائيل أن علاقتها مع مصر على المحكة وأن القاهرة لن تسمح بتنفيذ مخاطة الإبعاد وتصفية الوجود الفلسطيني في القطاع وأنها لن تقبل بالتعدي على سيادتها مصر دولة زاد سيادة وأرجو أننا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها وهنا الكلمة اللي حولها دي ملاش فيش معنى يعني تباهي مصر دولة قوية جدا لا تمس وتدرك إسرائيل أن فتح الجبهة المصرية عليها لن يكون في صارحها وأنها لا قبل لها بتحدي الجيش الأقوى في المنطقة مصر بتقول التهجير بالنسبة لنا أحنا خط أحمر لن نقبل به ولا نسمح به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر